النهاردة مباراة نادي الزمالك وهمبي كان الحكم فيها عبدالعدي السيد مع وائل شعبان مع عمر فتحي والحكم الرابع كان وسامة اسمعين كان على تقنية الفار الحكم مصطفى عصمان وبيساعده هشام الدسوية هنقول اول حاجة هنا هنا الناس اعترضت عن ان الاسقاط نادي الزمالك لهو الاسقاط مضبوط نادي الزمالك ليه؟ النهاردة مين اخر قبل ان تخبط في الحكم مين اخر لعب لماس الكورة لعب الزمالك يبقى هو اللازم الاسقاط ليه انا كان نفسي يعني هو عبدالعزيز استعجل في السفر ليه؟ الاستحواز ما تغيرش لعب الزمالك هو اللي خده الكورة يعني كانت تبقى يعني كانت جميلة تبقى من عبدالعزيز السيد انه يسيب اللعبة طالما للاستحواز انه اسقط لنادي الزمالك اسقاط قرار صحيح نيجي لحالة هل في ركل الجزاء او لا؟ خلي بالكم دي للتحامات اللي بقت خلاص ليجل يعني قانونية ما فيقاش فيها ما بقاش فيها خلاص التحامات طبيعية جدا داخل منطقة الجزاء في التحامات شوفوا هو بيشد لعب اللعب بييده بيشد وده بيشد يعني الحكم لكن انا كنت اتمنى ان الحكم يصفر فاول ان فيه شد بقى واضح من لعب ده هنا بقى اللعبة دي خلينا نقول على حاجة الشئ المهم احتساب الخطأ يعني ماشي لكن فيه اهم وهو الانذار لما يكون الانذار مستحق والقانون واضح فيه وبيقره باعتقد بيبقى صعب جدا الى جانب الممكن ده يكون انذار يخليه يمنعه نلعب المباراة الجاية او يكون الانذار التاني أسنع المباراة اللعبة دي تقول دي ما فاشهاك موعدة لكن ده تبصوا المسك مسك صارخ ما عندوش ادنى فرصة نلعب الكرة وبص بالشكل ده دي بتعتبر يعني زي ما بيقولوا ان دي ضد قانون كورة القدم ضد الفيل بلاي انك واحد ماشي وانت بتمسكه بالشكل ده وبتمنعه من التقدم كان لابد يديره هنا انذار وانا عايزه اللعبة دي السيد نهاردة الانذارات وتعامله في الحاجات كان لابد يكون اكثر حزم من كده المستخدمة في الالتحام على عيب الاثنين هنا طبعا الفاول وكان لو يزدم انذار لا عبنادي الزمالك لكن ما مداش انذار كان لازم يدي فيها انذار واضح جدا وممكن جدنا لو الفار بنعنده لقطة تانية يبين مدى القوة المستخدمة لان احنا اللقطة هنا مش بيينانا القوة دي ايه بالضبط يعني الشكل لكن بالشكل ده على اقل انذار نيجي بعد كده شوف تحرك هنا بقى الحكم اليقى البدنية بص من ارتداد وبصد مع الكرة المرتدة وبيتابع بالشكل ده ده الكلام اللي مفيش فيه حاجة اللعبة اللي جاية دي لعبة مهمة جدا لان فيه ناس بتتكلم ويعني بيقولوا النهاردة فيه لعب متسلم من ام بي هناك وادي مدافع نادي الزمالك بيلعب الكرة لعب الكرة هتروح لمن هنشوفها دلوقتي قادي بيلعبها كده راحت لمين للعب المتسلم النهاردة ده لعب مش كده لكن النهاردة طبقا للتوضيح الجديد اللي جامل ايفاب في شهر 6 بيقولك ان اللعب لازم يكون بكامل قدرته وكامل ارادته هنا السيطرة مش موجودة الوضع التشريحي بتاعه بيلعب الكرة مش في كامل السيطرة فبالتالي هنا هتلاقي بعد كده المساعد حتى رفع على تسلل لكن ما تقولش انها دي جاية من الخصف لا لازم يكون فعلا الكرة تحت سيطرته وبيدرب اللعبة بشكل سبيل دي كانت أهم الحالات التحكمية في مباراة كونبي النهاردة كابتن احمد بشكرك شكرا جدا من ضمن أخبار النادي الأهلي النهاردة ان بعثة النادي الأهلي بتغادر لجنوب أفريقيا للاستعداد لمباراة سانداونز المباراة طبعا هتقام يوم السبت ان شاء الله الساعة تلاتة مساء المعدة بيبقى مزعج جدا للنادي الأهلي المعدة أصلا بيبقى في مشكلة بالنسبة للشمس بالنسبة للجو والحاجات دي كلها بتأثر على أداء فرقة النادي الأهلي المفروض ان النادي الأهلي على الأقل وبلا تقدير يخرج من المباراة دي بالتعادل ولو قدرنا نفوز خير لكن لو ما قدرناش نفوز لقدر الله يبقى أبسط شيء التعادل علشان يقدر يبقى عندنا أمل لان احنا عندنا دلوقتي أربع نقاط بعد ما نتعادل هنبقى خمس نقاط وسانداونز هيبقى سبعة والهلال هيبقى تسعة هيجي بقى سانداونز يلعب مع الهلال فهيلعب مباراة مصيرية يأما لو فاز هيبقى عشرة يأما لو اتعادل هيبقى تمانية تمام؟ وبالنسبة للهلال لو فاز على سانداونز هيبقى 12 لو اتعادل هيبقى عشرة تمام؟ ولو خسر هيفضل تسعة زي ما هو يعني معنى كده ان لو الهلال فاز على سانداونز يبقى الهلال في يبقى الهلال ساعة خلاص ويبقى الامل ما بين سانداونز وما بين النادي الأهلي فاحنا النتيجة دلوقتي بأيدينا فاحنا ما نفرطش فيها علشان ما نرجعش يعني ما نرجعش عندنا لوم بعد كده ما نرجعش نلوم نفسنا ونقول ليه ما عملناش كده اداء لازم يكون اداء كويس كولر يقدر يقرى المباراة كويس جدا ويكون حضر لها كويس طبعا هيبقى فيه نوع من الاجهات لان احنا طبعا دسا مبارح لعبين مباراة مقاولين عرب مباراة كانت مفتوحة شوية قدرنا ان احنا نسجل في الدقايق الاولى لهدفين برضو جي فينا هدف ما فيش اي مشكلة خالص بدأنا نقفل الخطوط بتاعتنا وخرجنا بالمباراة بالشكل اللي احنا عايزينه انتهى طبعا مباراة المقاولين العرب بتاعت مبارح بنتيجة اتنين واحد للنادي الاهلي كده النادي الاهلي بيتربع على صدارة الدوري بفارق خمس نقاط ما بينه وما بين الوصيف اللي هو نادي بيروميتس ولسه بيتبقالوا مبارايتين مؤجلتين بعد ما ان شاء الله باذن الله يكسب المبارايتين هيبقى فرق 11 نقطة وباذن الله نقدر بعدها نقول الدوري بقى في الجزيرة نرجع بقى مرة تانية لمباراة سانداونز المباراة مش هتكون سهلة سانداونز هيكون محضر لها بشكل مفاجئ وشكل كويس جدا على الاقل وبدون تقدير لازم على الاقل تخرجوا بالتعادل ولو فوز هيبقى كويس جدا يعني انتو لو فوزته بدل الاربع هيبقى عندك سبع هتتعادل مع سانداونز هتخلي سانداونز ياكل النجيلة في مباراة الهلال ومباراة القطن الكاميروني لكن لو سانداونز فاز عليه يبقى اضمن ان المباراة هتكون سهلة جدا ما بين سانداونز والهلال ونقدر نقول بنسبة كبيرة اللي صعد هو سانداونز والهلال انت طبعا القطن الكاميروني في المركز الاخير بدون نقاط فده بعيد تماما عن الصعود بس ارجع واقول برضو ان النادي الاهلي هو اللي عمل في نفسه كده اتقررت في السيناريو الموسم اللي فات واللي قبله لكن مش كل مرة تسلم الجر يعني مش معنى ان انت خلاص تتعصر اول مبارتين تقدر ترجع ربنا سيطارها معاك المبارتين اللي فات وارجعت لكن يعني باذن الله نحاول نبذل اقصى جهدنا علشان ما نحطش نفسنا في موقف اكتر من موقف مؤذج اكتر امبارح الزمالك فاز على الترجي كانت مباراة كويسة جدا بنسبة النادي زمالك قدم مستوى رائع وبالذات ان هو يستحق النتيجة كده الزمالك باذن الله لو فاز مباراة تانية نقدر نقول الزمالك صعد نتمنى